شهد الرئيس جمال عبدالناصر والسيد عبداللطيف البغدادي نائب الرئيس والوزراء مهرجان الفتوى الثالث لعياد الشباب الذي يقيم بالنادي الاهلي بالجزيرة توصوله حارس شرف من شباب الفرمتحدة وكان برنامج المهرجان حافلا قدم فيه 12 الف فتاة وفتاة من اقليمي الجمهورية عرضا رائعا لمختلف مجالات النشاط لشباب الفتوى وشهد الحضرون عرضا للاشتباك والدفاع عن النفس وقد ادى الشباب هذا العرض في ثبات واجادة ومهارة دلت على حسن تدريبهم وقد اشترك في تقديم هذا العرض 500 طالب وقد اشترك الفتيان والفتيات في اعطاء بيان كامل عن معركة بور سعيد الخالدة وفي دقائق معدودات اكيمة المنازل والاستحكمات ومثل الشباب دور المقاومة الشعبية واشترك اكثر من الفين طالب وطالبة في استعراض السد العالي فمثلوا اقامة السد واثره في تصنيع البلاد وتنمية الثروة الزراعية والدخل القومي وتضمن العرض الكبير هبوط اول فوج من الهابطات بالمظلات في الشرق الاوسط مع الفوج الثالث من الفتيان الذين تخرجوا حديثا دليل جديد تقدمه الفتاة العربية على جدرتها بالدور الفعال الذي يريده الوطن منها في بناء غده المزهر ومرت بعد ذلك القوات المشتركة في العرض امام الرئيس جمال عبد المعصر في خطوات متازنة قوية شباب مؤمن بوطنه وعروبته يسير كتفا الى كتف في عزم واسرار لبناء مستقبل امته ومجد وطنه شباب الاخليم الشمالي من الفتيان والفتاة يرسمون مظهرا من مظاهر التضامن القوي الذي عم الشباب في مختلف انحاء جمهوريتنا عرض للشرطة العسكرية قدمه الفتيان والفتاة وقد استمر العرض زهاء ساعة بين تحيات الجماهير الذين قابلوا الشباب بحماس الحب والاعزاز عرض للشرطة على الدراجات البخارية وهو عرض جديد ادخل حديثا ضمن برامج الدراسة في هيئة الفتوة طابور الهابطين بالمظلات في خطوات سريعة والثابة وفي نهاية العرض سلم الرئيس الجوائز لفتاة فرقة المظلات بين الهتفات المدوية بحياة الجمهورية العربية وحياة قائدها وحياة ابنائها البواسن ترجمة نانسي قنقر